خلونا استقبل اتصال تليفوني ونقول الو. انا. ايوة. مساء الخير? مساء اللو. اتعرف بيكي? ممكن نعرف شيء. جدا. عادي خلص. طيب كم سنة? واحد واثمين. مرتبطة? يعني. يعني ايه? يعني كنت مرتبطة وسبتوا بعض وانتوا لسا اتنين عايزين بعض. ايوة. طب سبتوا بعض لي? حصل لي مشكلة. ايه المشكلة اللي حصل? المشكلة اللي كان بيعملني بنسل بصوبة بيعملني ببابا. اللي هو? اه. الشك. انه كان يمنعني ان انا انزل. كان يخاف علي اوي. كان يمنعني ان انا كان يمنعني ان انا انا ادعمل مع اي حد. اي حد. كان يخاف علي او ان انا ننزل السيارة. اه. يقدر شير ان انا رح في اي مكان. وبابا كيف يعملك بنفس الطريقة? او بابا بيعملني نفس الطريقة. يعمل ما يمنعك منك تقبل صحابك وانك تروح في اي حتة او كده? ايو. طيب اللي اتنين بيعملوك بنفس الطريقة? ليه? اكيد انت فكرتي ان في سبب. ما انا عارفة. ايه السبب? هلليكي مسلا تاريخ او مشاكل او كان في حاجة? اه. ايه بقى كانت المشاكل اللي معكي? مشاكل اللي انا يعني انا شخصية النوع اللي ما بحب بحب ادور على الحب بحب ادور على الكلمة الكوية. في اي حد ممكن يقول الكلمة كويسها ممكن تمشي ورا شوية. لا طبعا. نعمل? مش اي حد. يعني انا متعملتش معي بس يعني شخصيتين تعملت معيهم ومعرفين ومن اهلي. ولكن باباكي. مشكلة ان بابا كان يمنعني يقولي مسلا لا ما تكلميش معيهم لا مش عارفين. كنت تكلمي. مش هسمعي كلام. ولما ما كنتش تسمعي كلامه كان هو يعرف ان انت بتكلميهم فكان يبتدي يشك فيك اكتر ويبتدي يتصرف معك التصرفات من دي. طيب ده بابا الانسان اللي بيحبك هل برضو عنده نفس الخلفية دي? اه انا اول متعرفت عليه اه اه اللي خلاك كده شاف كده ان انا بحب التحك. هو اطلا مضيع. اه. يعني معنا حجه وكده فشايف وشك اه نيس وحالين بتتعمل ازاي والذين يقول كلام ده كده. اه. طيب ما تعرف علي اه اه شافني كنت واقفة لوحدة يتكلمش مع احد ده كلام ده. اه. طيب هو من الله اللي بحب التحك وانا بتقول فتكلم معي اهلي اه. طبيعة انا بحب التحك وانا. اه. فهو تعرف علي من كده. وما استناش هو اطلاح اتقدم لي على طول. وخطبك? اه. اه. اتقدم لبابا واتكلم معي وكده. وحصلت مشكلة بينه وبينه ورح اقلل بابا كمش. اه. ورجع التانية رح بابا رح وافقه جانا بين بعض وبس اه. وما دي المضاد اللي سبنا بعضي فيها. سبته بعض علشان برضو يشك فيك. ايه. بشك فيكي ليه? ايه التصرف اللي حصل منك خلاي شك فيكي? اه التصرف اللي حصل له. اني اه ان انا هو اه اعملتي معايا ان انا كنت ايه. عايزة اعرف هو بيكلم بنات ولا. اه. اه. خلقت عليه واحدة احبطني. اه. اه. احبت كلمته كده. اه. اه. فهو اخد معايا وده في الكلام والكلام ده. بس هو نقل. قال لي لا ما حصلش الكلام ده. بس صاحبتك قلقت لك ان هو اخد وده معايا في الكلام. ايه. يعني كانت خلص معايا كانت بتكلمني. اه. وصاحبتك دي انتي واسقة فيها? صاحبتك دي انتي واسقة فيها? واسقة في صاحبتك دي انتي واسقة فيها? ايه جدا. اه. يعني اه. مش هتكذب عليها وهي كلمته مرة واحدة. اللي تطرد دي مرة واحدة. بيكلمها. اه. هو الواحد. بقى هو اللي بيكلمها كمان. نعم. بقى هو كمان اللي بيكلمها. اه. بس بي ايه بقى انت بيكلمها على شخص ايه يقول لها احنا صاحب. مسلا اه. انا بكلمك اه. يعني حصل معايا كذا دي انا خبت. اه معايا كذا. مم. كان بيحكي له مشاكلة. طيب هو لما اكتشف ان انت اللي عملت فيه كده اقفش عليك. ايوة من فكرة علي انت كلام ده انت مسلط علي صاحبك. يبقى بقى مش هو اللي بشك فيك انت اللي بتشك فيه. لما الموضوع ان انا خدت بيني وبينه ان الموضوع ده ان هو خاني انا قلت في كده. مم. ان هو خاني زي ما خاني. مم. لازم تحسسي بالخيانة. مم. فبدأت انت كمان تتصالى في التصرفات تقلقه. ايوة. مم. اتصلت لده واحد انا كنت اتعرفه قبل كنا. مم. اه. اه هو بيحبني وكلام لكله بس انا يعني خلاص انا نسيته بس تعملتي مع ان انا اتصلت بي كنت في وقت كنت مخنوعة جدا ويزعلينا وكنت عمال عاية. اني اه قطيبة عمل معي كده. مم. ان هو يكلمها. وللأسف يعني كان بيكلمها. يتصل بي اقولي بانا في اه واحدة اتصل بي وحصل معها كذا كذا كذا. طيب ما نرجعلوش تاني خلينا في كنتي. لما اتصلتي بالانسان ده واقعتي ترغي وتغي وتدي معها تاني. حصل ايه? كلمتي معي. كنت مضايقة جدا. قلت له حصل معي كذا وكذا. اه يعني انا هو الانسان ده انا كنت بحبه موضة ثلاثة عارفة. حلو. خطيبك عارف منين انك انت عملتي كده? عارف منين اني نسك مني التليفون. اه افشك يعني. وبكلمه اه. يعني مش اه. 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 انا بكلمه لا يعني. اه اه. ماسك تليفونك طلع فيه مكلمات اني كنت يطالبه فلان فلان. اه. رح اتصل بالرقم من تليفوني. رح اتصل بيا يعني كنفا عن ايه وراح اتصل. اه. وراح اقول له ايه واسمي. يعني نطق باسمي كده. اه. هو عارف. اه. فيما خد التليفون. خد التليفون بتاعي معي. اه. طب يدور. لقى نفس الرقم. طبع صاحبتي. كانت عامله. اه. يسجل رقم طبعا البنتي ديت اللي هو كانت يكلمه. اه. قد تكشف لانه دي. وغير كده وكده. ان الصحف دوت لما حكيت له. اه. وانت لو عما حصل معي. قد خلاص اتديني رقمه. وانا عاملك اعملك معا موضوع ان انا تسلي كيه. وخليه خاف. وقاله ان انا عزي تكلم خاطبتي. مش عارف ايه وكانت اعمل معا كده. اه. طبعا سجل نفس الرقم. طبعا لقى الرقم بتاعه نفسه على التليفون بتاعي قليل يعني تمامي. مم. 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 اه. 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 والموضوع خلاص انتهى هو فسخ القطوبة. اه انتهى وهو بيتعمل مع بابا. اه. بس الموضوع بينكم بابا. لغاية دلوقتي بيتعمل مع بابا بحب. بيتعمل مع بابا عشان يمكن فيه بينه وبين بابا شغلي. ولا مفيش بينه وباباك شغلي. اه. طبعا بص يا بنت الناس. اه. اه. عادي بقى عادي. خلاص الموضوع تحول ان احنا فيه بيننا وبين بعض علاقة شغل يعمل حج فاحنا بنشتغل مع بعض عادي وموضوع خطوبة بنتك دي خلاص موضوع انتهى وخلص. انتي متوقع ان الموضوع ده يرجع تاني يتصلح? متوقع انك ترجعيله تاني ويرجعلك تاني? اه. انا من درس حاليك انا وهو مع بعض. يعني انا وهو مع بعض. مع بعض? اه. يعني فسخ مع باباكي ولسه معاكي? اه? فسخ الخطوبة مع والدك ولسه معاكي بيكلمك وبتكلميه? اه. وما حصلت في مشكل الجاملة دي بعد ما احنا سيدنا ضاد وكده انا تعبت الجامد. مم. يعني وآآ اه اه اتجامد او وبقيت تعبينة وما بقيتش اتكلم مع اي حالة. مم. انها حاسيت ان انا انا ما عرفش انا عملت كده ازاي يعني. ده لأ انت عارفة انت عملت كده ازاي? ايه? انت عارفة? انت كلمت صاحبك القديم والانسان اللي كنتي على علاقة فيه عشان كنتي مخنوقة وكنتي عايزة تنتقمي منه عشان حسيت انه هو خانك مع صاحبتك اللي انت زقهاله اللي هي اساسا كمين انت نصبهوله ووقع فيه ومش من حق اكتحاس بيه على كمين انت نصبهوله موقع فيه. بص يا منت الناس هقولك حاجة. لما يكون واحد وز شطان على واحد. والشطان ده لقف في دماغه ووقعه. ما اقدرش حزبه. لان انا اللي وازز عليه الشطان. واللي وز شطان شطان. ما ينفعش تروحي تحطي قدام واحد. حفرة? وما تقولوش خلي بالك منها. واول ما يعطويله يا جردل انت وقعت. طب ما انت اللي حفره له الحفرة يا ماما. وما ينفعش كمان بعد ما تحفري له الحفرة. تروحي تلعبي بديلك. علشان بقصد انك مخنوقة انه وقع في الحفرة اللي انت فحرطيها له. ويكتشف هو. ويسكت. الشخص ده لو ورجعلك. يبقى دلو. دردل يعني. الشخص ده لو ورجعلك. مش حارفة اقول ايه. ما يصحش. انا بقول ايه لك متلق امانة. ما يبقاش راجل. فيه ناس بتوعف مشاكل كتير في حياتها. وبيبقى ليها عذرها. وفيه اللي صنعت المشكلة. خلقتيها. وصنعتيها. واقعتي فيها. وغرقتيه. وخنتيه. ورجعت لوميه. او راجعت قولي ازاي حصل كده. انا انا معرفش ازاي عملت كده. انتي عارفة ان ايه حرامي. بيسرع حد او ايه قتال قتلا بيقتل واحد لما بيطقبت عليه. وتبقى كل الادلة ضده. بيقفوا قدام الضابط يقول له انا معرفش ازاي عملت كده. انا صنع خلقت من وعي. كلنا بنقول نفس البقين دول. هقول هالك بقى. وانزعيش مني. هارد لك يا قطة. هارد لك.